بس حبيت نوها على شغلي بخصوص الفيديو اللي حطيته قبل طبعا الطاولة في ناس بيعتقدوا انه يعني ربما هذا هو كرم اخلاق او شي انه الواحد يترك اشياء مثلا عند مدخل البناي ويكتب عليها مجانا ربما ربما يكون في ناس فعلا هيك وفي سبب اخر في ناس بجوز ما بتعرفوا اللي يعني مو عايش في هاي البلاد احنا عنا هون لبكة لما بدك تتخلص من الاشياء ما في كتر ميها وينما كان والناس كل مين بحاله هون ما في مثل عنا مثلا الله بعطيها لابن عمي لجاري لكذا معظم الناس بحالها هون يعني ما بيستحسن اصلا يجي يقول لك مثلا في عندي هالشغلة اذا ما كان في يعني علاقة منيحة بينك وبينه فهذا حد الاسباب انه الناس بتكون مثلا يقول اجا شغل مثلا مفاجئ او شي كذا عب غير بلاد او ممكن يكون مثلا ارتحل مثلا الله يرحمنا برحمته يعني مثلا شخص كبير بالعمر وعنده اشياء اكتية فبيجو اولادهم ما بدون اياهون دول الشغلات فبيحطوهن مثلا تحت مدخل بناي طبعا ما بيعيقوا الحركة بيحطوهن على الجوانب يعني وممكن يتركوهن يوم يومين بعدين اذا ما حدا اخدوهن لازم هن يرحلوهن ملزمين يعني في حال عرف طبعا من هن بس حبيه يتنوي على الشغل ايه اشتركوا في القناة